من برح تم إصدال الستار عن كأس الأمم الإفريقية وفازت الكودفور باللقب المدرب المساعد لتولى هذه المسؤولية بعد إقالة المدير الفني لكودفور الفرنسي جان لوي جاسيه وتم تعيين المدرب المساعد وأنا الحقيقة بصراحة ببص كده على مشهد تخيولي لو كان اتحاد كرة القدم قرر إقالة فيتوريا والبطولة شغالة كان مين اللي حيتولى الإدارة الفنية مين كابتن أيمان عبدالعزيز المفروض من المفترض أنه هو الاسم المصري الوحيد الموجود ما بين الأسماء أو ما بين الجهاز فأعتقد أن ده كان حيبقى مشهد صعب الحقيقة على كل المصريين خصوصا بعد التصريحات اللي اسمعناها من كام يوم لكابتن أيمان هي بيني وبينكو هي بطولة للنسيان تماما للمنتخبات العربية مش لمصر بسه لكن أنا هنا بتكلم عن المنتخبنا الوطني بطولة للنسيان تماما 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 كل المنتخبات العربية وخصوصا منتخب مصر على الرغم من أنت معاك جيل كبير ورائع من اللاعبين الحقيقة ولكن سبحانك يا رب ومرة تانية نتخيل كده بنا وبين بعض لو كان تحت كرة القدم قرر أو حاول أن يفكر كان حيعمل إيه؟ يئما كان حيبعت حد من مصر يئما كان حيخلي كابتن أيمان عبد العزيز هو اللي يدير المنتخب هل كان ده ينفع؟ عموما ألف مبروك لكود ديفور ألف ألف مبروك يستحقوا البطولة جبناهم من بره حطناهم جوه المباريات مرة أخرى رجعوا بسبب هدف غانا في مع مصر وبالتالي رجعوا واستطاعوا أن هم يؤمنوا بنفسهم ويؤمنوا بحضوظهم ويفوزوا بهذه البطولة وصحف العالم بالكامل تتغنى بهذا التتويج نطلع نشوف هذا التقرير عن تتويج كود ديفور وصحف العالم بتقول عنها إيه ونرجع نكمل اشتركوا في القناة